لم نصل إلى النهاية الطريق مازالا لدينا مباراة لنلعبها وأعتقد أنه حتى أفضل المنتخبات وعندما تلعب على المركز الثالث فيتلعب من أجل تصنيف الفيفا والأمر ليس هو النهاية على الإطلاق نعم نحن نفكر أنه هو المستقبل بطبع هناك أيضا المنافسات لاتحاد القاري وغيرها ولكن نحن بعد أن يتحسن تصنيفنا في تصنيف الفيفا الدولي نود أن ننمي كرة القادمة وأعتقد أن كل المنتخبات الكبرى تود دائما أن تكسب كل المباراة لدينا أربعة سنوات قادمة نستطيع أن نفكر فيها في كأس العالم التالي في المنافسات القارية وبالتالي أيضا نحن نود أن نكون أفضل المنتخبات الإفريقية ونحن نعرف أن المشاجعين والمشاجعات خاضوا مشوارا رائعا معنا حتى الآن وليس لدينا أي شيء ندم عليه في الحقيقة نحن نعرف أننا قدينا أداءا جيدا نحن دخلنا المنافسة لنفوز كما كل المنتخبات الكبرى هذا بالنسبة لنا بالنسبة لأفريقيا كل خطوة نجاح وكل تخطي للتحديات يعني أننا نقترب أكثر وأكثر من هدفنا وعندما نحصل على المركز الثالث غدا ربما نستطيع أن نهدف إلى الفوز بكأس العالم في المرة التالية خطرنا من خلال إنزاله لأرض المنافس ولكن طبعا هو أصيب وأيضا بعض اللاعبين بالوسط مصابين مزراوي أيضا تعرض لإصابة عانا من إصابة وبالتالي نحن ضغطنا على اللاعبين طبعا وصولا بهم إلى أقصى حدودهم أقصى حدود قدراتهم ولكن نحن لا نريد أن نأخذ أي مجازفات نجازف بأي شيء وبصحة أي أحد في مباراة ألغا ولكن على أي حال أنا واثق من المجموعة من المنتخب ووافق من أننا سنبدو القصارة جهدا صباح الخير وليد رونارد بينسفور أنا فقط أردت أن أحصل على رأيك ما معنى ما قدر وشأن مباراة المركز الثالث هل تعتقد أن شأنها يقارن مثلا بمكانة كرة اليد أو كرة السلة وما الذي ترسخ في ذهنك بعد هذا المنديال هذه المنافسة بالنسبة للمسألة صعبة بعض الشيء يعني المسألة غاية بالتعقيد بالنسبة للمنتخبين طبعا خسرنا في النصف النهائي شعرنا بخيبة الأمل هذا ينصحب على المنتخبين ولكن يتعين علينا أن نرفع المعنويات ونركز على مباراة أخرى طبعا يتعين أن نولي المباراة المركز الثالث أهمية عالية وشأن كبيرا لأنه أفضل بالنسبة لنا أن نفوذ بالمركز الثالث عنها من أن نفوذ بالمركز الرابع ولكن الهدف المراد كان أن نصل إلى النهائي ونفوذ لربما بالمركز الأول والثاني ولكن أي نعم هذه المباراة أهمية قصوى سنبدو القصارة جهدنا ولكن حتى لو فوذنا بهذه المباراة سيكون معنا ذلك طبعا أننا لم نحمل اللقب إلى ديارين وطبعا نحن معنيون بتصنيفنا عند الفيفا المباراة مهمة إذن بالنسبة لنا ولكن كنا نريد أن نلعب في النهائي يوم الأحد وأن لا نلعب في المباراة الثالث لهذا يعني هذا هو نفس الحديث الذي قلته للعبية ستكون هذه سابع مباراة موتيال نخوذها تاريخ اليوم 16-12 بالتاريخ إنساءلنا كل مغربي ومغربية لو كان متوقع قبلها أن نكون لازلنا هنا أنهم لكانوا متوقعين من أننا سنصل إلى هذه المرحلة أعتقد ما من أحد كان متوقعا أننا سنصل إلى هنا بالتالي ست مباراة في عشرين عاما كان هذا هو رقم القياس السابق ونحن حطمناه وتحتيم الرقم القياسي هذا لا يقدر بالمال يعني يطفي علينا يكسبنا خبرات وتجارب واسعة جدا بالتالي وكأننا لعبنا في مونديالين دفعة واحدة دفعنا بدلنا قسار جودنا مارسنا الضغط لكي نكسب نختنم ننال شرف الفرصة والتجربة وحلفنا الحظ وطبعا نأخذ كل ما يمكننا أن نعوذ به كأمة كمنتخب ولكن طبعا شعرنا بخيمة الأمل كانوا متشوقين مولعين متحمسين لأن يحصدوا هذا النصر لصالحهم وبالتالي خيمة الأمل كانت موجودة ولكن مباراة غدا المباراة مهمة